معروف المطش بدأ ازاي؟ المطش النهاردة بدأ كابتن طبعا حسام البدري وكابتن نبيل معلول بتشكيل تقريبا كان معروف يمكن انا قلتلكوا التشكيل المبارح واجبلكوا كلام كتير انا قلته الايام اللي فاتت واتحقق منه حاجات كتير النهاردة حسيت ان الترجي مجاش الشوط الاولاني الشوط الاولاني الترجي مجاش من تونس فريق سيء للغاية فريق ضعيف تيكتيكيا لا يفعل اي شيء غير ان الحداشر يلعبوا وراء في التلتين الاخار من الملعب التلت الاخير او نص ملعب او تقريبا نص ملعب فقط النادي الاهلي لتقفيل المساحات للتطفيش لا يوجد هجمة مرتدة لا يوجد خطورة عن نادي الاهلي الاهلي مسيطر الاهلي قادر على انه يصل لمرمى الترجي الاهلي متحكم في زمام المباراة ده اللي شاهدناه الشوط الاول لدرجة وانا قاعد بتفرج قلت ايه ده ما تخميت ولا ايه في الترجي ده الترجي يظهر بعد رحيل خالد القربي اللي كان ديفندر وحش في نص الملعب وكان ايضا ديفندر ليه هو رحل لأحد اندية القطرية وايضا رحيل امين الشرميتي قبليها رحيل اسامة دراجي لعيبة تقال ورحيل مايكل انرامو هل طبعا امين الشرميتي نجم منتخب تونس ونادي بس هو ميشي من بدري ولكن في النهاية سوري النجم السحلي اعتقد برضو اه فعلا صح انا اسف ان انا قلت ان هو في الترجي بس يعني انا غلط في الموضوع ده لكن فيه لعيبة كتير جدا كانوا بلعبوا في الترجي رحلوا عن الترجي هل الترجي تغير يعني مش عارف حسيت ان هو مش الترجي وان هو مش الفريق المرعب اللي ممكن يرعب النادي الاهلي يعني بل بالعكس النادي الاهلي لو لا الفرص الضائعة في شروط الاول اتغير شكل وحال فريق النادي الاهلي خصوصا فرصة ابو تريك شروط التاني لقيت النادي الاهلي بيحاول يكمل مشوار السيطرة وفي نفس الوقت يعني برضو نفس الشيء الترجي بيدافع فيش ولا هجمة مرتدة ما فيش كورة خطيرة لغاية ما احرز الترجي هدفه في مرمى شريف اكرامي من خطأ من وجهة نظري مشترك خطأ من شريف اكرامي طبعا ده خطأ مليون في المية بتاع شريف اكرامي ولكن في نفس الوقت برضو المسؤول عن انه يمسك وليد الهشري فينه فين حتى مجرد الاشتراك معاه يعني مجرد حتى الغلاس عليه مدايقته في لعب الكرة ولكن طول وليد الهشري فرق معاه فوق المية 85 سنتي بتاع 187 سنتي طبعا حتى عمل تتش بدماغه كده تأخر شريف اكرامي في ان هو يروح ياخد خطوة ويروح بالبوكس لان ايده شريف اكرامي على فكرة طويل جدا شريف اكرامي يصل ل190 سنتي فالبوكس يعني 190 سنتي وبنفس الوقت البوكس يفرع عن اي لعب الخطوة الاولين ياخدها عشان يروح على العرضة القريبة عشان يقطع الكرة قبل ولدي الهشري تأخر فيها شريف اكرامي بعد ما النادي الاهلي جي في جون النادي الاهلي فقد التركيز فقد الثقة حاسس ان المطش بيهرب منه البطولة بتهرب منه في عدم تركيز من اللاعبين وفي الوقت نفسه بدأ الترجي يشم نفسه بدأ يعاوز يروح كان الترجي حينهي المباراة بهدف ايضا من ركلة حرة او من كورنر برضو نيانج اللاعب الكاميروني حطها جنب العرضة بالزبط وربنا سطر كان المطش ده كان الهدف ده ممكن ينهي المباراة ولكن انها دي الاهلي بدأ يحاول على استحياء لغاية ما بشئة في نعم العنترية لأحمد فتحي استطاع انه يعدي من 1-2-3 وحب انه يلم انا بقول لكم كلعيبة كورة احمد فتحي مش مباصي كورة عايز اقول لكم احمد فتحي مش مباصي الكورة لساية حمدي احمد فتحي عايز يلم عشان يشوت بيمينه فالكورة وهو بيلم ما قدرش يرجع بجسمه وكورة طولة راحة لساية حمدي حطها هدف اه التعادل فرق جبير جدا بان انت تطلع مغلوب على ارضك وفرق جبير جدا بان انت تطلع متعادل واحد واحد فرق جبير جدا انت تكون مطالب ان انت تروح تكسب 2-0 الترجي هناك وما يخشش فيك ولا جون وفرق كبير جدا ان انت تكون مطالب ان انت تتعادل واحد واحد وتلعب وتلعب طبعا انا ما فهمتش سيد حمدي بيقول الدبح او دبحت او ما فهمتش سيد حمدي عمل حركة كأنه بيقلد لعيبة برة او بيقلد حسن مصطفى او بقلد بعض اللعيبة في مصر ان طبعا يعني ملهاش كلمة الدبح دي ان انا خلصت على المارش ان انا كسبت ان انا خدت البطولة لكن فكرة الدبح دي ده ده بيجيب جون تعادل ما فهمتش سيد حمدي في حركته دي لكن في النهاية اعتقد هو سعيد لان سيد حمدي ابدأ يفوق شوية ابدأ يشم نفسه بعد ما كان جليس دكة البودلاء وكان قابق وصينا وقادنا من الرحيل مطش سانشاين هناك رجعوا شوية جي المطش اللي هنا بعد سنة يعني المطش ده ده له ثقة ده له ثقة ورجعه الحكم هروح للحكم وهقيم لكم اداء اللعبين بس الحكم حكم جمال حيمودي عشرة على عشرة على عشرة على عشرة حكم الجزائري جمال حيمودي ليه اخطاء؟ ليه اخطاء تعالوا يعني نتفق كده ان جمال حيمودي كان هناك شك في ضرب الجزاء لمحمد ناجي جده انا شفتها في اكثر من ذاوية احقاقا للحق انا ما بروح حتة الكرة تطول مني دي بحاول لو انا لعبت الكرة برجلي قبل الحارس والحارس شار رجلي وكرة بعدت راحت قدام لانا طبيعي جدا ان انا ملعب الكرة تطلع لقدام فبالتالي ضرب الجزاء لا محالة لو اللاعب او حارس المرمى راح للكرة ولمس الكرة ولمس الكرة ونفس الكرة حتى لو ايده بعد كده او اللاعب من اندفاعه جيه في ايده او نط او حاجة طالما استحوزت على الكرة ما تعتبرش فنالتي انا شوفها انها قرار سليم تماما من جمال حيمودي ان لا تحتسب هذه الكرة ضربة جزاء نروح ل قرارات اخرى حسب كل الفاولات اللي استحقها النادي الاهلي وحسب كل الفاولات اللي يستحقها النادي الترجي ممكن بعض الفاولات ما تكونش فاول ويحسبها وممكن بعض الفاولات برضو اخطاء لا تؤثر على نتيجة المباراة في مثلا هدف وجدي بوعزي وجدي بوعزي احرزه وطبعا ده احرزه بعض السفارة وكده تم احتساب بالكرة اوف سايد لم تكن اوف سايد بصالح الترجي بدأ احمد فتحي وهو عنده انذار بعد ما وجدي بدأ انه يشوح للحكم انا ما صدقتش احمد فتحي ساعتها وقلت احمد اللي انت بتعمله ده هو انت عايز تبطرد ده الاهلي محتاجك بقية المطش ومحتاجك هناك فقلت ربنا سطر ان جمال حيمودي ما عملهاش جي بعديها بديقتين سامح الدربالي باكرايت الترجي عنده انذار رح عمل فاول اعتقد على وليد سليمان يستحق الانذار التاني رح جمال حيمودي ايضا مطنش اذا مطنش احمد فتحي ورح مطنش سامح الدربالي كأنه عايز يحافظ على المطش عشان الجمهور ما يعملش حاجة نطلع بالمطش البرا الامان انا عندي اتنين واربعين سنة لازم الخبرات بتاعتي تكون موجودة في المباراة روح القانون كلام من هذا القبيل ثم افاجأ مرة اخرى بأحمد فتحي شوح مرة واثنين وثلاثة كأنه بيقول للحكم ارجوك تردني لو سمحت تردني مفهمتش عصابية احمد فتحي سواء الكرة فاول مش فاول مش دي القصة احمد فتح انت لعب كبير انت لعب عندك خبرات كبيرة جدا مع منتخب مصر العصابية ازا ايه ده دي كان ممكن انت خسرك ان انت ما تصنعش الهدف التعادل وان الاهل يخسرك هناك وجمال حيمودي كان باله طويل جدا مع احمد فتحي ثم تاني فطنش ثم تاني ييجي سامح الدربالي ويعمل فاول على التمنتاشر يستحق انذار لصالح محمد برقان الانذار التاني والطرد فيطنش جمال حيمودي طنش مرتين لحمد فتحي وطنش مرتين لسامح الدربالي شيف اكرامي ما جاتلوش حاجة اللي جاتله الاوفر ده دخل وخطأ من شريف لا محالة وخطأ من اللي مسك وليد الهشري ولم يندفع معه ولم حتى يحاول ان هو يزن عليه او يدايقه حتى وهو بناطط بيحط الكرة بدماغه بداية التشكيل انا كنت شايف ان احمد شديد ناوي يبتدي بصراحة احمد شديد ناوي مش وحش احمد شديد ناوي مش مثلا ضعيف احمد شديد ناوي ده لعبته الحتة الباكلفت ان انا اروح وعدي سيد معاوض مش موجود شديد يلعب خصوصا في مصر سيد معاوض موجود شديد يلعب دي وجهة نظري وابتدى شديد ياخد خبرات لانه بيلعب من ايام الصفاقسي ما بدأ به مانويل جوزيه هناك في تونس كباكلفت فاكرين فكان من المفترض ان شديد يلعب بدليل ان الشفع الفضيل ما عملش ولا كورة يعني الشروط الاولاني الاهلي بيهاجم وليد سليمان هو اللي بيحاول عالمو دي وجهة نظر كابت حسان بدلي بس انا بقول لي ايه ان كان ممكن يعمل يكون فيه دواته ما بين وليد وشديد وانتو وروح وعرف عرفع وليد هنا وليد يرجع يدفع هنا وشديد يطلع قدام يعني يعمله زي ايه جبهة ناحية الشمال فوجود شديد في مكانه ومش في عدلته ده غزب عنه لكن المدرب عايزه يلعب حتى دي لعب بدليل كابتن ابتدى يقول لأ لازم اغير عايز ينزل سيد حمدي بس مش عارف يطلع مين في نص الملعب يعني اطلع حسام عشور ولا حسام غالية ولا ابو تريكا ولا ابو تريكا بعيد تماما عن مستواه اش هو ابو تريكا خالص حتى ابو تريكا صاحب الاهداف التاريخية الاهداف المؤثرة نهارده جات له فرصتين ضعوا منه واحدة طبعا حسين القادر محط رجله دايقه شوية خلتها تبقى يمين شوية فعالية منه لو كانت جايله سهلة فكان يعملها كده على طول في الجون دايقته شوية ولكن برضو حاجات ابو تريكا التانية حطها حلو جدا التانية حطها حلو جدا وتقلق رائع لحارس مرمى الفريق التنسي فابتدأ اطلع مين اطلع شريف ولعب وليد فطبعا طلوع شريف ووليد يرجع وراه وهو برضو وليد دي مش حتته وليد عايز التلت الأخير انه يعديه انه يرفع انه يشوت فبعدت وليد عن التلت الأخير وهو وليد كلاعب مؤثر هو هي دي الحتة بتاعته التلت الأخير فبعدت وليد عشان خاطر انزل سيد حمدي رأس حربة وانا قلت ان في المطشاط دي لابد من وجود رأس حربة صريح لان المطشاط دي ما ينفعش يكون فيها رؤوس حربة هم مش رؤوس حربة محمد ناية جده مش رؤوس حربة بيمين ناحية الشمال وعايز يعدي وعايز يلعب ناحية ليمين وناحية الشمال وعايز يسقط ابوتريكة نفس الشيء عايز يسقط يعني عبدالله سعيد برضو هو لعيب خط وسط فما فيش رأس حربة في النادي الأهل الشوت الأول ورغم كده حاولوا وراحوا الترجي وانا قلت قبل المطش هيلعب زون ديفنس هيلعب على هجمة مرتدة ولا شفت هجمة مرتدة ولا شفت حتى ان الترجي فريق تقيل يعني تحس انه فريق تقيل كده زي السنة اللي فاتت واللي قابليها والقابليها حقاقا للحق فريق الترجي السنة اللي فاتت واللي قابليها واللي قابليها رغم السنة اللي اتغلب فيها خمسة كان أقوى من الترجي الآن كان كفريق قوي أكثر من الآن لان انا شايف نص ملعبه كان بيقولون حسين القادر لعيب مميز كان شفت حسين القادر النهاردة أقل بكثير من الكوربي اللي كان لعب في الترجي ولكن في النهاية وكان مستوى بعيد وليد الهشري يمكن الوحيد اللي أنا موجود نظر لتقلق نوع ما في المباراة دي وزاد عن مرمى هو وحارس المرمى حارس المرمى حارس كويس هو حارس احتياطي في منتخب تونس ولكن النهاردة من المباريات اللي نقول عليها مباريات الكبيرة اللي عملها الحارس شريفية شريفية من المباريات الكبيرة اللي عملها يعني ممكن يكون مستوى أقل من كده في مباريات كتيرة قبل كده ولكن النهاردة اللي هو اليوم يومه يعني نجم اليوم بتاع النهاردة فبالتالي نجم المباراة محقاقا للحق هو وليد الهشري المحة التانية ما قدرش أقول مين نجم يعني أحمد فتح عنده قلب بس برضو خروجه عن التشويح والحاجات دي حتى عصب جمهور النادي الأهلي وابتدى يرمي حاجات يعني هو اللي عصب الجمهور رغم أنها مش مستهلة فاول في نص الملعب فاول صحيحة فاول غالب مش مستهلة العصبية دي كلها من أحمد فتحي وأنا أتمنى أحمد أنا عاوز من ساعات اللعبة بتزعل من كلامي ولكن أحمد يشوف نفسه يروح يتفرج يقعد هو قاعد في البيت كده يشوف أكيد هو بعد كده هيبتدي لازم لازم يبقى عنده قرارات لأن لازم يكون اللعيب الكبير عنده حاجة اسمها الثبات الانفعالي لأن أنا ممكن أخسر في رئيتي مش كمان مطش النهاردة ده أنا ممكن أخسر إن أحمد فتحي عنصر مهم جدا إن هو يكون متواجد في المطش اللي جاي الحكم كمان عشان إحقاقا للحق كنت مستنيله عايز أشوف هو اللعيب اللي عنده إنذارين أو إنذار ممكن إنذار التاني يوقفه هل ممكن ما يدلوش لأ إدى النهاردة سامح الدربالي ولن يكون متواجد في المباراة القادمة وإدى سامو الأساس